غمضوا عنكم كده؟ بس فتحوا بقى ايوة يا جماعة انا نفست كل الكلام اللي انتو قلتوا عليه بالحرف منسبة 98% جالي تعليقات اختاري يا عفاف الدولاب رقم 2 وطبعا انا ما كددتش خبر عملت اللي انتو قلتوا عليه بالضبط اهلا بيكم وده فيديو جديد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعليق الى وصحبه وسلم ويلا النهاردة بالفيديو نشوف القوضة الجديدة طبعا انا كنت نزلت لكم فيديو من كذا يوم اختاروا معايا غرفة نومي ونزلت لكم خمس غرف وقلت لكم اختاروا معايا يعني بنسبة يمكن اكتر من 98% قلتولي اختاري يا عفاف الدولاب رقم 2 بس يا عفاف القوضة باقتها مش حلوة السرحة مش حلوة السرير مش حلو القوضة نفسها مش حلوة فيها غير الدولاب فاختاري الدولاب رقم 2 علشان دوت افضل حاجة في اللي انا صورتهم عايز اقول لكم ان هو ده من الاول اللي انا كنت فعلا مقتنع بيه وكنت عايزي بس قلت طبعا ااخد رأيكم علشان اكيد رأيكم حيفدني وفعلا حصل بس طبعا قبليتني مشكلة هو انا اختارت الدولاب رقم 2 فعلا بس لا كانت السرحة عجباني ولا كان السرير اصلا استيلو عجبني خالص ولا كان اي حاجة في القوضة عجباني غير الدولاب فلما روحت وسألت يا جماعة الدولاب ده بتاع القوضة دي تمت اكدين قالوا لي لا يا فندم الدولاب ده مش بتاع القوضة دي الدولاب دوت كل القوضة دي كاملة على بعضها مع عدد الدولاب طبعا مش عايزة اقولكم انا كنت سعيدة جدا طب فيني يا جماعة القوضة بتاعت الدولاب يعني بقيت القوضة فين السرحة والكمود والسرير اللي هم بتوع الدولاب دوت فضال يا فندم روحت شفتها وهي دي اللي وقع عليها الاختيار طبعا قد ايه بسيطة قد ايه بصوا حاجة كده يعني هدية جدا فيهاش ابوارة كتير ولا شغل كتير تعالوا بينا نشوف مع بعض انا طبعا وردكم دلوقتي الدولاب اللي حيضة على اعجابي الجميع يعني الحمد لله رب العالمين حتى لما قلت لكم الفيديو اللي فات توقع انا اخترت اني قوضة فكان برضو يعني تعليقاتكم انت اكيد اخترت رقم اتنين فانا فعلا اخترت رقم اتنين يا جماعة والله وطبعا اللي اكد لي ان هي حلوة او ان هي فعلا يعني انا اختار دي ان انتو كلكم اجمعتوا عليها تقريبا فبصراحة خلتوني كده واثقة وحس ان انا يعني جاي بحاجة خلاص تمام يعني لان اعجبكم كلكم طبعا الغرفة رقم اربعة كانت حلوة جدا بصراحة كانت عجباني قوي قوي برضو بس كانت صغيرة السرير صغير والدولاب صغير فتحسوا انها قوضة بناتي شوية يعني ما تكفيش كل الدنيا اللي عندنا دي فقلت خلاص انا حشوف القوضة بتاعت الدولاب الكبير دوت وفعلا الحمد لله طلع القوضة حواريها لكم طبعا دلوقتي تعالوا ينا بس اول حاجة نشوف السراحة السراحة اللي انا حورها لكم ده اللي حورها لكم ده الحاجة بتاعت القوضة نفسها يعني انا ما جبتش سرير تاني بتاعة قوضة تانية او حاجة تانية لا كل حاجة بتاعة القوضة انا جبت القوضة كلها على بعضها فبصوا كده شكل السراحة السراحة فيها تلات ادراج على اليمين وكمان الادراج اللي على الشمال دي مش ادراج ده كورسي زي ما شفتو كورسي بتاعة السراحة وبعدين فيه جوه الكرسي ضرفة كده زي مثلا كمود او حاجة. وده كده كان شكلها. وطبعا علشان ما تاخدش مساحة فالكرسي عاملين تصميم بتاعه ان هو بيدخل جوه السراحة نفسها. ففعلا ما بياخدش مكان خالص. نيجي بقى الكمود. الكمود طبعا شكله اكنه درجين. بس تهمه في الحقيقة برضو خدعة يعني زي الكرسي كده بالزبط. هو درج واحد بس. بس هو شكله اللي من بره عامل كده ان هو اكنه درجين يعني. طبعا عايز اقول لكم ان كل السراير ما كانتش عجباني اصلا هناك. حتى الاوضة اللي كنتم اختراها اللون هبوني ما كانتش عجباني بس ده سرير الاوضة دي. سرير الاوضة دي يا جماعة انا ما كانتش معروض اصلا في المعرض كله ما كانتش معروض يعني انا لما سألتهم على الاوضة الدولاب ده بتاع الاوضة دي قالولي لا مش بتاع الاوضة المعروض عليها. الدولاب ده الواحده بتاع اوضة تانية بس احنا عارضين الدولاب بس. طب فين بقيت الاوضة والروهاني في الصور. قالوا لي الحاجة دي مش معروضة في المعرض. يعني بقيت الاوضة مش معروضة. فانا شفتها في الصور وقعت في حبها على طول بصراحة. ليه هي? بالنسبالي كانت ابسط وسامبل جدا واقل حاجة موجودة في الشغل. فبصراحة حاسيت ان هو بسيط. مش كركبة كتير. اولا لونه كمان عجبني جدا ان هو لونه في البجات وكده نفس الوان الاوضة. فده كانت شكل السرير. هو ليه اطار كده خشب. والسرير نفسه متنجد بقماش تقريبا كتان كده يعني مش قطيفة هو كتان. وفيه كمان آآ لد في السرير من على الجنبين. انا كنت طبعا عايزة اجيب صراحة السريري من غير جناحين. اللي هو بيبقى الكمود كمان محطوط على ظهر السرير. بس بصراحة لقيت الاستيلات كلها تقريبا كده. ما ما شفتش حاجة غير مسلا اتنين تلاتة وما كانوش اصلا عاجبيني. فخلاص يعني استقررت ان الدولات ده عاجبني قوي. فخلاص بقى انا ايه سوشكلة هجيب باية القوضة. نيجي بقى للمرتبة. بس لو انت لسه مكمل معي الحادة دقيقة دي عايزك تحطي لايك. ونكمل مع بعض المرتبة دي برضو من قباني وعليها ضمان تلات سنين. وهي اسمها اكنو ميك. والرتفاع بتاعها سبتها وعشرين سنتي. بس مش عارفة حاسة ان انا اختياري فيها ما كانتش موافق قوي لان انا جبتها سوسة منفصلة. يعني بتنزل جدا تحت. فحاسة انها مش عارفة يعني مش مش لصيفة قوي. او ممكن ما تكونش مريحة برضو لسه مش عارفة في صراحة. ولكن اه حاسة ان السوسة متصلة هي افضل مش عارفة. بس انا بتاع ولادي المراتب بتاعت ولادي سوسة متصلة. فالمرتبة كده يعني مسكة نفسها. انما السوسة المنفصلة مش عارفة حاسة ان المرتبة بتغوص قوي لتحت كده فمش عارفة بصراحة. فاللي عنده تجربة لحاجة زي كده ممكن يفيدني بزادة على رئيس الجداد اللي هما بيقولوا ستا جايبين مراتب من اللي هي التاكل جديدة. قلولي السوسة المنفصلة يعني ان شاء الله ما يكونش اختيار مش مش موفق يعني. بس الحمد لله طبعا المرتبة نوعها عظيم جدا يعني الحمد لله بس هي الفكرة في السوسة بس يعني سواء منفصلة او متصلة. انا جربت المتصلة في ولادي بصراحة كانت حلوة. بس لما جيتها جبيل كبيرة هم قالوا لي ان افضل السوسة المنفصلة. عشان المنفصلة بتخلي لو حد داع السرير الجزء اللي جنبه ملوش دعوة. يعني مش بينزل السرير كله. المرتبة كلها مش بتتحرك. فالقاعد لو اتنين قاعدين الجنب الفاضي ملوش دعوة. مش نازل خالص او مش بيتحرك. فهمين قصدي? فالمرتبة كل حاجة لوحدها. كل جزء لوحده. فمش عارفة بقى بصراحة يعني لسه بصراحة ما جربتش النظام ايه? فان شاء الله تطلع كويسة يعني اتمنى. آآ بالنسبة بقى لبقية القوضة. القوضة طبعا ليها شفه نيرة بس انا ما جبتهاش. او واحدة تنظيم ادراج اللي انا كنت موريها لكم في الفيديو. اللي هو بتاع القوض يعني. آآ اربع ادراج كده طبعا فضيع جدا. شابه يستراحة بالزبط بس من غير مراية. آآ وفيها اربع ادراج. بس بصراحة انا مجبتهاش لسه. ومش عارفة يعني ممكن اجيبها وممكن لأ فلسه مش عارفة. اكيد لو جبتها هتشوفوها على طول يعني ان شاء الله والله المستعين. طيب خليني بقى اوريكم اللي انتم سألتوني عليه. اللي هي الاسبوتات اللي هي الاسبوتات دي يا جماعة سألتوني على سعرها وعلى تشغيلها. هي سعرها الاسبوت الاسود اللي في الصالة اللي زي ده سعره ميت جنيه. سعرها بصراحة لا يقارن بشكلها خالص يعني. سعرها حاسة ان هو مش كبيرة مش كتير عليها. في مقابل ان هي بتديكي شكل تحفة واضاءة فضيعة. فالاسود بمية واللون الجلد ده بمتين وعشرة لان هو آآ في يعني جليتر كده بيلمع شوية ولونه مش اسود. كمان هو اكنه استلس شوية. انما التاني الاسود بلاستيك. فالاسود بمية وده بمتين وعشرة. وبيشتغل ازاي? ليه زرار عادي متوصل بالكهربا زي اللمبة بالزبط? بتشغلي بتطفي منه عادي. تعالوا بينا بقى على اهم حاجة انا الحمد لله ما نسيتش اجيبها. آآ بصوا ده انا طلبكوا ده كله على بعضه. يعني كل حاجة من قباني. انا مجيبتش حاجة من بره. حتى المرتبة دوت برضو انا جايبها من قباني. آآ بصوا في الوان كده برضو كتير. بس انا طبعا جبت اللون الوفويت. وهو وطبعا دي كانت حاجة مهمة بالنسبالي لان كفر المرتبة من الحاجات اصلا اللي بتحافظ على المرتبة جدا. فتعالوا ووريكم وتعالوا نفرده على المرتبة ووريكم شكله. طبعا هو المقاس بتاعه آآ مقاسات كتيرة موجودة منه. بس انا جايبة طبعا لما هو مقاس السرير مية وستين في مية وخمسة وتسعين تقريبا. هو السرير طوله اتنين متر والعرض بتاعه مية وستين. فانا هفتحه دلوقتي ووريكم شكله. انا مرضيتش اجيب الابيض جبته القفايت. حاسيت ان هو احلى يعني لون القفايت. وهو بالشكل دوت هفرده ووريهولكم. بصي عايزة اقولك ان انت طبعا بالتحديد. يعني لو انت عندك اطفال انت بالذات خصوصا لازم تجيبي كفرات للمراتب. سواء كانت المراتب عندك قطن عندك تايكي عندك اي حاجة لازم تجيبي كفر. الكفرات والويتر بروف بالذات للي عندها اطفال عشان يلاقي اي حاجة بتتدلق اي حاجة بتتجالام ده كله. طبعا المراتب غالية جدا فمش هينفع ان احنا آآ نبوزها او نخليها نبقاها على طول وطبعا المنظر بيبقاش حلو يعني. فخلينا نقول ان كفر المرتبة من الحاجات اللي انت تشتري المرتبة تجيبيك كفر معها. ما تشتريش الكفر بعد المرتبة بيوم واحد. في نفس اليوم. فانا فعلا اول محاضرة المرتبة احط عليك كفر على طول. فدي حاجة بالنسبة لي اساسية. وده اللي حصل برضو مع ولادي انا اليوم اللي اشتريت في المراتب جبت على طول الكفرات فورا يعني. ده كده شكله وبعد ما فردته على السرير هو مقاسي السرير بالزبط. وده كده شكله. طبعا الكفر بنشيله كل يعني مسلا مرتين في الاسبوع. مرة في الاسبوع مسلا. يعني كل كام يوم كده بنشيله نخسله مع الملايات بس مش كل مرة يعني مش كل تغيير ملايات بنشيل الكفر نخسله. طيب تعالي نشوف بقى المخدات. انا المخدات جبتها برضو من عنده قباني تكات اللي هي الصغيرة دي. آآ ما جبتش طويلة. ما جبتش واحدة طويلة. لأ جبت الصغيرة اللي هي التكابة العادية. هي برضو يعني صفت جدا بتنزل لتحت قوي. بطريقة مش مش معقولة برضو. في يعني اتمنى انها تكون مريحة برضو. واكيد هقول لكم. انا كان عندي اتنين برضو كنت جايباهم من كرفور من حوالي آآ سنتين. بصراحة حلوين جدا. آآ فخلينا نجرب بقى ان شاء الله اللي هي فيها من جوة بيقولوا مش عارفة ايه كده حاجة طريق قوي يعني. آآ خلينا نجربها ان شاء الله وقول لكم برضو هي حلوة ولا لأ. بس كده. تعالوا بينا بقى نسوف شكل القوضة على بعضها واكتبوا لي رأيكم. الاول تعالوا وعريكم الشماعة بتاعة الهدوم. انا اخترتها باللون ده اللي هو اللون الخشبي اللي موجود على آآ الكومود والسراحة والدلاب. انا اخترتها باللون دوت. ما حبيتش الابيض قوي عشان اساسا القوضة اللي انا جبتها باللون ده. فقولولي برضو رأيكم فيها. ده كده شكل اللي يوصوا القوضة على بعضها. عايز اقول لكم بقى ان المراية الطاويلة دي دي هدية مع القوضة. انا مش مش شرياها هي موجودة هدية اصلا آآ مع القوضة كاملة يعني. فده كده شكلها وشكلها حلوة قوي. وهي القاعدة بتاعتها اللون الخشبي برده نفس اللون الشماعة. ونفس اللون الاطار بتاع الدلاب والاطار بتاع السرير. فبصراحة هي لايقة عليهم جدا يعني. هي بتاعة القوضة. فده كده شكلها وبصراحة حلوة قوي. بتحيس انها بتبقى كاملة كده فجايبكي كلك على بعضك. فلو انت بتلبسي او حاجة بتساعدك يعني. ده كده برضو شكل سراحة. بصوا كده المراية طبعا محطوط على الجنب هنا علشان ده ما كان الكرسي يعني. وبس كده. فانا طبعا بستني رأيكم في التعليقات. آآ يعني انا اهه سمعت كلامكم بس انتم اول مرة تشوفوا بقية القوضة ما مكنتش في الفيديو موجودة. لانها اصلا ما كانتش معروضة في المعرض. فمستني طبعا رأيكم. واتمنى ان انتو تكتبوا لي تعليقات حلوة زيكم كتير. وبرضو لو في اي حاجة مش عجبكي. حاسة ان هي ما كانها هنا مش مضبوط. حاسة ان هي ما كانتش لطيفة. حاسة. برضو اكتبوا لي في التعليقات. انا بحب اسمع رأيكم جدا. كل واحدة فيكم هتقول لي مبروك على القوضة الجديدة. عايزها طبعا تحط لايك. انا محتاجة لايكات كتير قوي على الفيديو ده. وانتو على فكرة اللي خلتوني اركز جدا جدا مع الدولاب. بسبب تعليقاتكم كلكم رقم اتنين رقم اتنين رقم اتنين. فانتو اللي خلتوني اعمل كده على رقم اتنين واركز معا جدا. وبالتالي انا جبت القوضة كلها علشان الدولاب بس. فلحد هنا كده انا خلصت. تعالوا بينا دلوقتي انتو هنعمل ايه? طبعا على ما خلصت الحاجات اللي انتو بقى شفتوها ديت وكنست الارض ولميت الحاجات الورق والحاجات اللي كانت باقية. النور قطع. فانا دلوقتي كنت حامل مكرون بالبشاميل. فعملت فعلا مكرون بالبشاميل وكملت الخطة بتاعتي ولكن في الضلمة. النور جي وانا بطلعها من الفرن. فخلينا نشوف انا طبعا ما كانتش ينفع ان انا استنى لما النور ييجي علشان ابدأ اعمل الاكلة طبعا فما كانتش ينفع. فقلت خلاص. وما مشكلة. بصوا انا اول حاجة عملتها انا طبعا كنت نقع على الفراخ اللي عام بيها المكرونة بالبشاميل هو صدر فراخ واحد بس. نقعه في لمون وخلو في سوري لمون وملح. وغسلة كويس وصيباية صفة. بس كده يعني دي الحاجة الوحيدة اللي كنت عملتها. دلوقتي اول حاجة هشتغل فيها هو البشاميل وطبعا خمس معالي دقيق شوحتوهم في زبدة وزيت. يا دوب بس كده يا دوب اتشوحو ثواني. مش اتديق ما اتحمرش ولا حاجة. روح تنزل عليهم بلتر ونص من اللبن. وكوبية شربة واحدة بس. حطيت ملح وفلفل اسود وورقة لوري وسنة كده من الارفة الخشب. وبس كده. قلبت الكلام دوت. وطبعا ملح وفلفل اسود. ولحد ما الخليط يتقل معي شوية مش هيتقل قوي قوي. لانه طبعا القوام ده انا زبطان هو يبقى بشاميلة خفيف شوية. بس هنا مش اغالك كشف اكيد انتو غضين بالكم من الاضاءة ضعيفة يعني. حسيبه لما يبدأ يغلي وهو طبعا كده القوام الحلو يعني المزبوط اللي انا عاوزايا بالشكل ده. حط في بقى النار عليه دلوقتي وروحت على طول علشان اقطع الفراخ. انا السدر بتاعي سدري كان سدري فرخة سليم على بعضه فانا قطعته التلات شرائح كده تقريبا ويه حد اقطعها القطع صغيرة. احنا عندنا هنا بنحب المكرونة بفشاميلة دي بالفراخ اكتر من اللحمة كتير. ده سدري فرخة كده انا قطعته بالشكل ده. اروحت على الطوصة حطيت فيها مكعب زبدة كده حلو. وحسخنه كويس قوي وحنزل بالفراخ. شايفين الزبدة السخنس داي ها والطوصة? نزلت الفراخ عليها وحابة دلوقتي اعمل حاكتين. احط التوابل وقطع فلفل الوان وبصله بس. طيب ليه عفاف بتقطعي بصل. اولا البصل والفلفل بيديها لون حلو وشكل حلو. كمان طعمه بيبقى جميل وهي طبعا الفلفل يعني من الحاجات المفيدة. فولادي كده كده مش بيأكلوا الفلفل يعني بس جوه المكارونا متقطع صغير كده بيأكلوه يعني ما بيأخدوش بالهم. طعم المكارونا بيغطي على الفلفل. فانا قطعت هنا نصفلفلية احمر ونصفلفلية اصفر وواحد بس قرن فلفل الحامي. بعد ما شوحت الفراخ حطت عليها ملح وفلفل اسود وبابريكا وسنة كسبرة ناشفة وبس كده. محطتش حاجة تانية. نزلت كده الفلفل وكمان قطعت بصلية كده كبيرة مكعبات صغيرة. شوحتهم تشويحة بسيطة جدا بعد ما الفراخ استوت. يعني مش مش من الاول. بعد ما الفراخ استوت. بس كده. شوحتهم وانا كده خلصت الفراخ. كدت الصناية اللي هعمل فيها المكارونا. قدت حبة بس من الحلة بتاعت البشاميلة على جنب الوش. وروح تنزلها بالمكارونا كلها ده كيلو من المكارونا. نزلت بيه كله في الحلة بتاعت البشاميل. خلطت كله مع بعض وروح تمنزلها نص المكارونا في الصينية. فرتها بالشكل دوت ونزلت عليها باقي. مش باقي. لا كل الفراخ. بالشكل دوت. وزعتها كده. وعلى فكرة ممكن تعملي صينيات مكارونا بشاميلة كبيرة بربع لحمة مفرومة او او حتى مش ربع. قال له عليه مسلا كوسة مبشورة جزر مبشور. فلفل الالوان. حاجات كتيرة جدا بتزاوت الكمية. والفكرة كلها في طعم المكارونا والبشاميل. مش في طعم الفراخ اصلا ولا طعم الحشو على فكرة. بس كده نزلت بقى الفراخ كده ساوتها او او اي طب يعني نزلتها في الصينية وحطيت بقية المكارونا عليها وبقيت شوية البشاميل اللي كنت شايلهاهم للوش نزلتهم كده. انا غالبا دلوقتي مش بعمل البشاميل اللي بجيبنا مزارلة يعني بس لما بيكون عندي بحط. وكمان مش كتير. انا مش حطة كتير. بصوا هتحسوا ان انا بس ترش على الوش رشة بسيطة كده. طبعا دلوقتي كل حاجة غالية. الجبنة المنزرلة اللي كانت بمية بقيت بمية وتلاتين اللي هي الحمد. يعني لو اكتفيتي بطبقة البشاميل اللي هتحطيها على الوش وتغطي بيها المكارونا كلها من غير بيدو من غير اي حاجة هتبقى تمامه زي الفل. لو عندك اشطة وش اللبن ولا اي حاجة ممكن تحطيها على الوش. غير كده البشاميل الواحد ويكفي جدا تحمريه. هيديكي وش مظبوط. عند الجبنة يبقى خلاص يعني ما فيش مشكلة. وده كده شكل المكارونا. بس بها من تحت الاول لمدة مسلا ربع ساعة. تغلي كده وتتحمر من تحت. بعد كده مش بس بها تتحمر اوي بصراحة يعني يا دوب بس تتغلي مع بعضها كده. وبابدأ بعد كده تشغل الشوية عليها وخلاص كده. النور جيبها وانا بطلعها من الفرن لو تاخدوا بالكم ان دلوقتي الاضاءة مظبوطة او النور موجود. وبس كده. تعالوا بينا نغط حتة كده وانسوش شكلها طبعا تحفة. بصراحة جميلة جدا. عايز اقولكم ان انا بعمل معايا بطاطس محمرة وبس كده. ما بعملش اي حاجة تانية. او حتى ما بعملش بطاطس كمال لو ما فيش زيت وبنكل شيفتي جنبها مسلا ولا اي حاجة. الفكرة كلها في زبطة البشاميل. انا كده خلاص خلصت. اتمنى يكون الفيديو ممتع ومفيد. تنسوش تكتبولي عليكم في التعليقات. السلام عليكم.